بعد احتجاجها على تهميش دورها غربيا حيال الجهود الرامية لاحتواء الصراع الدائر في اهم دولة في القارة السمراء دول افريقية ترفض تسمية مبعوث بلغاري الى ليبيا خلفا لغسان سلامة الرفض الافريقي للمبعوث البلغاري الذي اقترحه جوتيرش قبل فترة جاء بعد رفض مقترح افريقي لتسمية الدبلوماسية الجزائري رمضان العمامرة وسعي الاتحاد الافريقي لتسمية مبعوث من القارة مقترحا منسق الامين العام للشؤون الانسانية في ليبيا يعقوب الحلو كمبعوث مشترك للاتحاد والامم المتحدة بليبيا تزايد رغبة الاتحاد في شغل دور اكثر اهمية في حل نزاعات القارة والتوقف عن ترك الامر للقوى والمنظمات الخارجية عبر عنه الاتحاد في اكثر من مناسبة داعيا الى ضرورة اشراكه في كل الجهود الدولية الخاصة بحل الازمة الليبية ابعد من ذلك اعتبر فكي في اخر تصريحات الله ان حل الازمة الليبية لا يمكن ان يكون بمنعزل عن الاتحاد الافريقي الذي تمثل له ليبيا بعدا استراتيجيا واكدا ان الاتحاد يمكنه ان يلعب دورا مؤثرا في حل القضية وانه عازم على طرح مبادرة واقعية تحظى بقبول كافة الاطراف الليبية وعلى الرغم من السعي اللافت للاتحاد الافريقي للعب دور فعال في حل النزاع باحدى الدول المؤسسة له الا انه ثمت تساؤلات جدية عن مهية قدرة القارة المثقلة بالهموم والمشاكل والحروب وحتى المجاعة في ايجاد حل شامل لازمة معقدة تشتبك فيها المصالح الدولية والاقليمية منذ سنوات